بعد أيام عديدة من التعبئة تتوجه الهيئة الناخبة المهنية يوم الجمعة إلى صنادق الاقتراع بهدف اختيار 2179 مرشحا من مجموع 11682 مرشحا تقدم لهذه الاستحقاقات يمثلون مختلف الغرف المهنية وتشمل غرف الفلاحة وغرف الصيد البحري وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وستجري هذه الانتخابات المهنية وفق نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للغرف الفلاحية وفي باقي الغرف إما بنمط اللائحة في حالة انتخاب عضوين أو أكثر برسم دائرة انتخابية معينة أو بنمط الاقتراع الفردي إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد وتراهن الأحزاب السياسية من جهتها على هذه الانتخابات نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه الغرف المهنية في الحياة اليومية للمواطنين فضلا عن كونها تعتبر مؤشرا على مدى تأثير وشعبية الأحزاب بعد أربع سنوات من التحولات التي عرفتها البلاد وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة إذ ستنبثق عنها الهيئة الناخبة التي ستختار ممثلية الغرف المهنية في مجلس المستشارين الذي يتكون بحسب دستور العام 2011 من 120 عضوا ينتخب عشرون منهم من طرف الغرف المهنية وتحظى هذه الاستحقاقات باهتمام كبير من لدن الحكومة والأحزاب السياسية والمهنيين وفي هذا الصدد كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أنه تم تحصين العملية الانتخابية عن طريق يقظة متواصلة لتنزيل الأحكام القانونية لمواجهة أي تلاعب فيها موضحا أن هناك عملا مشتركا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل خلق منظومة فعالة للملاحظة وأبرز أن هناك توجها على أن تضمن الحكومة التعبير الحر للمواطنين عن آرائهم فيما يتعلق باختيار ممثليهم